اكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس امناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ان اعلان مملكة البحرين الذي خطه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ينطلق من اسس تاريخية حول التعايش في البحرين والنهج الديني القويم جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السابع لزعماء الاديان العالمية والتقليدية الذي وقيم في العاصمة الكزخية واشار الدكتور الشيخ خالد بن خليفة في كلمته الى ان وثيقة اعلان مملكة البحرين تعبر عن فكر وفلسفة جلالة الملك المعظم حول مفهوم التعايش الانساني دعيانا المشاركين لتبني اعلان مملكة البحرين والذي تحث بنوده الحكومات وزعماء الاديان والافراد الى القيام بدور فعال في ايجاد بيئة تعمل على تنمية وتشجيع الاحترام المتبادل والتعاون في سبيل الاخوة الانسانية مستعرضا مبادرات وبرامج المركز التي تصب في نشر الوعي وتحصين الذات الانسانية وخصوصا بين الشباب من مختلف الانتماءات والدول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة